أن عدد السكان أو عدد المواليد السنوي عام 1950، الذي كان يحصد في مصر، كان يعادل نفس عدد المواليد السنوي في إيطاليا. في عام 1977، بقينا نعادل إيطاليا وفرنسا مع بعض، وزي ما حركم شايفين، لغاية في عام 2019، عدد المواليد في مصر يعادل عدد المواليد في كل الدول اللي حركم عمالين تقروها تحت. يعني عدد المواليد في مصر يعادل عدد المواليد في ست دول في أوروبا في وقت واحد. في نفس الوقت الاقتصاديات طبعاً كل هذه الدول نعي تماماً مدى قوتها وقدرتها، لكن إحنا كان يبقى المفروض الطبيعي أنا كاقتصاد دولة أكون مش هقول ست أضعاف يعني أو ست يعني مماثل لاقتصاديات هذه الدول، ولكن على الأقل كان لازم يكون عندي أرقام وموارد أكبر بكثير جداً عشان أقدر أتعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة، اللي بتحصل في مصر، ويمكن ده برضو دي تبقى لأرقام الأمم المتحدة، دي كانت فعلاً نسب المواليد اللي بتحصل أو معدلات يعني المواليد لكل سيدة في مصر بالمقارنة برضو بالدول وهنا يمكن برضو مختارين عدد كبير من الدول اللي موجودة في المحيط بتاعنا، سواء من الدول المتقدمة أو الدول المثيلة في العالم النامي، وبرضو هنلاقي أن مصر كانت زيادة، وده يمكن اللي أكد عليها في الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء من تضاعف عدد السكان وعقود الزواج، يعني مرتين ونص في خلال الأربعين عام الماضية، وبتدينا نجد معدلات المولود، كان زمان كنا بنقول عشرين ثانية، النهارده بقينا بنتكلم على تلاتتاشر ونصف ثانية، بنستقبل مولود جديد، ويمكن دي اللي أنا كنت بأكد على حضراتكم فيها، إننا في عام الف تسعمائة وخمسين، إحنا كنا تسعتاشر مليون نسمة، وكانت النسبة المعمورة من مصر أو الرقعة المعمورة اللي المصريين عليها، كانت حوالي تلاتة ونصف أربعة في المائة، عام الفين وعشرين عدد السكان تضاعف، يعني النسبة تعتبر ربعمائة في المائة، معناها إننا تضاعفنا خمس مرات، بقينا مية في المائة، وبالتالي كان المفروض إن المساحة نفسها عشان أضمن على الأقل نفس مستوى المعيشة، اللي كان موجود في الف تسعمائة وخمسين، ونفس معدلات التزاحم البسيطة، كانت المساحة دي لازم تتضرب في خمسة، يعني كان لازم إننا النهارده نبقى عايشين على تمنتاشر في المائة من مساحة مصر، عشان يبقى نفس الظروف اللي كان عليها المصريين في الف تسعمائة وخمسين، لن أقول تطوير على الأقل تفضل زي ما هي النهارده، لكن اللي حصل إن طبعاً نتيجة لظروفنا، وبالرغم من المجهود الرهيب اللي بيحصل النهارده في كل المشروعات التنموية، مصر فقط، نحن قدرنا أن نضاعف رقعتنا، وبقينا على سبعة في المئة فقط من أمساحة مصر، ثاني مرتبطة، بالتأكيد هناك جهد كبير جداً، نحاول الدولة تعمله، وتتعامل النهاردة الطريقة غير مسبوقة، ولكن لا بد أن نضع في اعتبارنا دائماً أن عندنا محددات طبيعية مهمة جداً، منها طبعاً موارد المائية، وبعض الموارد الطبيعية الأخرى، والتي المفروض أنها تساهم في عملية التوسع الأفقي في أي دولة، هذا شكل طبعاً، يعني أنا حبينا نحط نتيجة كده، كان ما الذي يحصل في مصر على رمضان الخمسين عام الماضية، ابتدت مع معدلات الزيادة الكبيرة في مصر، شكل العمران يتغير والتزاحم الكبير،